أولا السلام عليكم وبالنسبة للحصة اللي عندكم اليوم فيها الدرس رقم ثلاثة من الدروس ديال تلاميذ ديال مستوى الثاني باكالوريا في مدات اللغة الإنجليزية بالنسبة للدرس اللي عندكم اليوم غادي تشوفوا فيه The Simple Past Tense يعني الزمان ديال الماضي البسيط ربما إلا كنتوا كتقرأوا مثلا في الليسي بواحد الكتاب بكتاب من الكتب المدرسية رقم غادي تقرأ هاد سيمبل باست غادي تقرأ في Unit 3 بالنسبة للTicket to English غادي تقرأ في Unit 3 ولكن علاش هو كينفاد Unit 1 لأنه من الدروس اللي من الأفضل أنه تلميذ في مستوى الثاني باكالوريا يبدأ بها يعني أفضل من أنه يبدأ بدرس ديالجوراند اند انفينيتيف مزيان هاداك الدرس يخليه التلبية التال من بعده يديره لأنه كانين شي دروس اللي كيحتاجوا واحد شو ماشي بزاف ديال الباكاج ولا بزاف ديال المعاريف ولكن كانين دروس اللي تقدر تقرأها لأول مرة واخر ما تكونش عارف شي حويج من قبل بالنسبة للسيمبل باست من بين هدوك الدروس لأن المشكل كما دجتنا نقول لكم مشكل اللي كان في البروغرام ديال ولا في الكورس بوكس الكتب المدرسية ديال ثانية باكالوريا في اللغة الإنجليزية كان مشكل يعني كانوا المشكل عنده علاقة بليكوه وكان مشكل عنده علاقة بالترتيب ديال الدروس يعني من الأفضل أن تلمي دائما يبدأ الدروس اللي هي بسيطة نسبيا ويقدر استعبها وغايمشي هاداك شي بتدرج هكوه كتكون الكتب المدرسية اللي هي مزيانة شحال النسبة باش اكيت تحط هاد الدرس في الوطني؟ هاو دائما تكون في الامتحار الوطني ماشي شحال النسبة باااا أي درس تكون في الامتحار الوطني يعني ما كانش شحال درس اللي نقدر نقول عليه راح ما تكونش في الامتحار الوطني إذا على أين نعود التذكير مرة أخرى الدرس اللي عندنا اليوم هو الدرس ديال simple past tense والزمان ديال مادئ البسيط باللغة العربية ترجمة باللغة العربية إذا غادي ندزو مباشرة الشاشة ديال الشرح ديال هاد الدرس ومن بعد يعني غادي نشح لكم الدرس ومن بعد غادي ندزو الضغزيس وغادي ناخد الضغزيبونس من الكومونتير ديالكم إذا دبع غادي نشيو الشاشة ديال الشرح باش نعطيكم فكرة على هاد الدرس وشنو غادي غادي غذكوكو تعرفوه في هاد الدرس إذن كما تتلاحظوا هنا في الشاشارة الدرس هو الدرس الثالث العنوان ديال الدرس هو زمان الماضي البسيط يعني The Simple Past Tense باللغة الإنجليزية إذن أول حاجة أنت كتلميذ يعني كتلميذ كتقرى في الباكالوريا أول حاجة أو أول سؤال كتطرحه هو كيفاش تيكون هالدرس في الزبان أو كيفاش تيكون هالدرس في الامتحال الوطني هذا الشيء لاش غادي نبدأه أولا بتعرف كيفاش كيتعطاك هالدرس في الامتحال الوطني أنا ذاك غادي ندزول الشرح ديال الدرس إذن شنو عندكم هنايا عندكم Simple Past in National Exams يعني الزمان ديال الماضي البسيط في الامتحالات الوطنية عدك ساعات مقدرون دزول حاجة أخرى للشرح ديال الدرس إذن غادي تشوف أولا The Simple Past Tense in National Exams يعني السؤال هو كيفاش كيتعطانا هالشي مثلا في الامتحالات الوطنية هذا الشيء لاش أول حاجة غادي نبدأه بها هو تمرين من الامتحال الوطني باش تعرف كيفاش كيجيو هالدرس ولا كيفاش تيجي مثلا هالدرس إلا تعطاك في الامتحال كيفاش تيكون ولا كيفاش تيبان في التمرين إذن يلا أحطوا مثلا هاد الإكزيغسيس هذا اللي عندكم هنايا هذا إكزيغسيس يعني أخذتم من الامتحال الوطني دزق بالمباشرة إذن بالنسبة للأسئلة ديال التمرين في الامتحال الوطني يعني الأسئلة ديال التمرين اللي هي عندها علاقة بتنسز بشكل عام يعني بأزمنة الأفعال را تنقول لكم هاد السؤال اللي هو put the verbs in brackets in the correct form يعني السؤال هنايا هو خلي او لا دير هاد الفعل اللي كان بين القوسين في الزمان المناسب في الامتحال را ما تنحدوش لكم فاش من زمان غادي تدير هاداك الفعل يعني تنقول لك لأنك تقرأ مجموعة ديال الأزمنة proportion مثلا هاد الفعل So هاد فعل كل فعل ذلك غادي يكون في واحد زمان معين بالنسبة للأهم عندنا والسؤالnty Ci هو أشمن فعل من هاد الأفعال خاصه يكون في الزمان دي الماضي لأن قاع الأفعال راح خاصه يتصرف في واحد زمان من الأزمنة اللي يقرأ التلميذ في مستوى الثانية بكالوريا إذن بالنسبة لباشتعرف أشمن زمان أشنا هو الفعل اللي غاد يتصرف في الزمان دي الماضي كتقرأ الجمل وكتشوف هادوك الكلمات المفتاح اللي كتدل للزمان داخل كل جملة مثلا هدا إتس الديالوج بتوين هاد لوكاس أند آليكس لوكاس تقول هلاو آليكس إتس لوكاس إذن أول حاجة أنت خاصك تلاحظت كتلميذ هو أنه عند كنايك هاد يسترداي اللي كتعني بالعربية يعني الترجمة العربية دي الكلمة يسترداي هي البارحة أولا أمس إذن هاد الكلمة المفتاح راح كتعطينا فكرة على أنه هادك الفعل في الحقيقة راح خاصه يكون في الزمان دي الماضي إذن هاد الفعل هذا خاصه يقول في الزمان الماضي علاش لأنه عند نحنا يا يسترداي أولا كلمة مفتاح كتعني البارحة إذن باش نصرفوا هاد الفعل في سيمبل باست في اللغة الإنجليزية راح بسيط جدا إذن كنناخدو هاد الفعل فقط اللي هو كول وكننضيفوا له إيدي في آخر الكلمة ولكن كينين قواعد أخرى اللي غاد يخصك تعرف بالنسبة للسيمبل باست من غير هاد شيء إذن يسترداي أقول لها هلو أليكس إتس لوكاس يو كولد مي تويس يسترداي والمي فون ووز أوف يعني هاتفي كادة منطفئا ولم يكن يشتغل إذن بحال هكو كنعطيوه التمارين مثلا في الامتحانات الوطنية إذن دابا عندكم فكرة على كيفاش كنعطيوه التمارين في الامتحانات الوطنية دابا قد ندوزل لفكرة أخرى اللي عندها على قد استعمال يعني الاستعمال ديال هاد الزمان ديال سيمبل باست يعني إمتا كنتستملوه وكيفاش sorry the use أوك خلونا نعطيكم فكرة sorry the use هذا كيتسمى the use of simple past tense يعني استعمال ديال الزمان ديال الماضي البسيط إذن بالنسبة الاستعمال ديال الزمن الماضي البسيط أعطيكم واحد أنا أعطيكم واحد الخط الزمني هنا يا غير باش أشرح لكم كيفاش أقول لها إمتى كانت تستعملوا الزمان ديال الماضي البسيط في اللغة الإنجليزية إذن لاحطي مثلا هذا الخط الزمني اللي عندكم هنا يا أرى غادي تلاحظ أنه يعني كان قاسم هنا مثلا إلا كان هذا هو يعني كان هذا هو الحاضر يعني كان نحضره هنا على الحاضر فشي حاجة اللي كتوقع من بعد دبا ركت اسمه future tense ما زال غادي تقرأ future tense يعني من بعد بالنسبة لthe simple past هو anything that happened before now يعني أي حاجة اللي أقعت قبل دبا إذن هذا هو the simple past هو the simple past tense just give me a sec إذن هذا هو the simple past يعني أي حاجة اللي هي أقعت قبل دبا يعني أي حاجة أقعت من قبل دبا راه كتسمة بالإنجليزية the simple past طبعا نشوفوا كيفاش نعبروا لهذا الشيء واقعيا يعني كيفاش نكتبوه هات الجمل ولا كيفاش ندروا صياغة ديال الجمل في الزمان ديال الماضي البسيط لاحطوا معي مثلا عندكم هنا واحدة المجموعة دياليز activity اللي تدارو في الزمان ديال الماضي so هاد الأكتيفيتيز والله هاد الأنشطة اللي تدارو في الزمان ديال الماضي هي كالتالي إذن هاد شيء كله راه تدارو في الزمان ديال الماضي مثلا بالنسبة للفكرة رقم واحد هو مثلا clean the house بنسبة لهاد كلمة أو لهاد يعني هاد الجملة clean the house راه كتعني نظف المنزل نسبة المثال الآخر cook dinner مثلا الفعل هنا إلا الصور تكون فينا هو الفعل خاصكم تعرفوا أن الفعل هو cook مثلا هنا go to work الفعل هو go go to work هاد كلها activities مثلا لوقات في الماضي هنا مثلا take exams يعني كي دوز امتحانات ثم كينا هنا مثلا play football يعني لعب الفوتبول وهنا كينا مثلا go to work إذن بالنسبة للأفعال اللي عندنا هنا هي هذه إذن عندنا فعل clean بالنسبة للفعل clean كي يعني نظفة فعل cook كي يعني طبخة أو أعدة أو طه بالنسبة للفعل go ده هذا بالنسبة للفعل take راح كي يعني أخذ أو إجتازة لأنه عنده بزاف ديال معادي في هذه الحالة كي يعني إجتازة امتحان أما هنا كي نفعل go راح كي يعني ضيجة يعني كي يعني دهب إذن هادو مثلا disactivity اللي وقعوا في الزمان ديال الماضي ده باش نعبرو له هاد شي باللغة الإنجليزية راح يعني كيفاش كي يبن هاداك الفعل لكنا غادي نقولو أنه درنا هاد الأشياء ولا هاد disactivity في الماضي باللغة الإنجليزية وهنا غادي ناخدو الأمثلة بالنسبة لل little bit of yeah okay so no one is here so باش أننا نكتبو هاد يعني مثلا بنسبة للجملة رقم واحد خليدي ندير لكم زوم باش تبليكم باش يبليكم هادشي بزيان إذن إحنا خدمين في هاد الشاشة إذن بنسبة لهاد لكنت غادي نعبر على هاد يعني هاد 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 لزاك تفيت تقولها في الزمان ديال الماضي وكنت مثلا تنهضر على رأسي رأى هاداك الفعل clean يعني غادي نقول I clean وهذا الفعل ياخد إيدي في آخر الكلمة إذن غادي نقول I cleaned ثم the house I cleaned the house ودائما في الزمان ديال الماضي ركا تعمل لدينا واحد الكلمة مفتاح اللي كتدل على الزمان ديال الماضي مثلا I cleaned my house yesterday هذك العبارة ديال yesterday yesterday هي اللي كتعبر على الزمان الماضي كتعني البارحة إذن هذا مثلا مثال رقم واحد بالنسبة للمثال رقم جوج يعني هنال غادي تكون نصافي عرفته القاعدة إذن غادي نقول I cooked I cooked يعني الفعل دائما كياخد غير إيدي في آخر الكلمة إذن مثلا I cooked dinner و باش نهضر على الزمان الماضي تخصني واحد لكلمة المفتاح اللي كتضل على الزمان الماضي مثلا I cooked dinner last night بالنسبة لكسبسيون ديال last night كلمة العربية الليلة الماضية الليلة الماضية last night وهذو كلهم كلمات كلمة مفتاح ديال الزمان ديال الماضي ولكن ولكن بالنسبة لهذا المثال رقم جوج رقم ثلاثة اللي فيها go to work go to work باش نصرفوا هذك الفعل في go to work يعني إذاك أنت مثلا ما قرأتش الإنجليزية من قبل يعني غادي تقول مثلا هنا I got يعني هاتش اللي غادي تفكر فيه I got to work مثلا yesterday I got to work yesterday وحتى بنسبة الجملة الأخرى يعني إلا تبقتي هذ القاعدة وتبقتي هاتش اللي قلت غادي تقول مثلا I taked exams I taked exams مثلا last week يعني أنا دو وصل امتحانات أسبوع اللي فات ولكن هذه الإجابات كلها رأي إجابات خاطئة علش إجابات خاطئة لأن هذه الأفعال بحال مثلا فعل go هذا الفعل هذا go وحتى هذا الفعل اللي هو فعل take هذه واحدة الأفعال اللي هي كنتسميها باللغة الإنجليزية irregular verbs عشنو كنت نقصده بهذه irregular verbs كنت نقصده بها واحدة الأفعال اللي ما كنتنطبق شهلها هذه القاعدة ديال ed يعني هاد الأفعال ماشي هي الأفعال اللي كنزيدوها ed يعني كنا واحدة لاليس ديال الأفعال ما كتتخدش هدك ed في آخر الكلمة مثلا بنسبة الفعل go في الماضي كيقول went I went to work yesterday يعني أنا مشيت للخدمة البارح بنسبة الفعل take كيقول took إذا نجنو كنت نتنتجو من هاد الأمثلة اللي عطينا نتنتجو أنه كينين واحد الأفعال في الإنجليزية في حال هادو اللي كتزادهم غير ed في آخر الكلمة في simple past ولكن كينين أفعال أخر في حال هادو اللي كتبت كلها ولا ما كتبت أبدا من اللي كنهضره على الزمان ديال الماضي غدا نقول لكم الطريقة ديال القرية ديال هاد الأفعال كلهم تب غدا غدي تلاحظوا هنا وشانا لعبت الفوتبول لرغم لعبت الفوتبول لعبت التنس ولكن ممكن نحن نشنجي هاد I ونقول she يعني هاد بنت مثلا she هنا الخطأ الثاني اللي تدرو تلاب هو تقول she not play football يعني هي لم تلعب she not play football مثلا last weekend last weekend بالنسبة last weekend رح كتعني بالعربية اطلت نهاية الأسبوع الماضي اذا هذا خطأ تدرو تلاب I not play ولا she not play football last weekend هذا رح خطأ اذا بالنسبة للتصحيح ديال الجملة هذي ما تنقول I not play ولكن تنقول I didn't I didn't play I didn't play football last weekend يعني أنا لم ألعب قرة القدم أو هي لم تلعب قرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي واش ممكن نقول she didn't play حتى هذي خطأ لأن فاش كنت استعمل ل negation أو ل نفي فره الفعل كي يبقى كما هو لأن أصلا التصريف ديال الفعل رات ياخذ هذا الفعل المساعد اللي هو didn't تم الفعل الاخر رات يبقى كما هو دابا نشوف هذ الفعل هذ الجملة الاخرى go to work واش هذ مش العمل ما مش العمل يعني رأي ناس في الضغط إذن كيف هاش غادي نقول هذي didn't go to work يعني هو لم يذهب إلى العمل علش ما قلناش he didn't went to work وحنا تم عرف أن le passé أو الزباد الماضي ديال go هو went قلنا لأنه إلا استعمل هذا الفعل المساعد اللي هو didn't راه الفعل يبقى في infinitive يعني ما تغير شو لال base form دياله so he didn't go to work sorry he didn't go to work مثلا إلا بغيت نقول الشهر اللي فات إذن هذا هو يعني هكوات تنعبر على يعني هكوات تنعبر على الزمان الماضي في اللغة الإنجليزية طبعا إلا رجعنا التمرين ديال الامتحان الوطني اللي اللي بدنا به في هذا live هذا إلا رجعنا التمرين للامتحان وقلنا هنا يعني لش هذا الفعل مثلا زدنا غير ed في آخر الكلمة وما بدلناش لأن هذا الفعل من هذوك الأفعال اللي هي عادية جدا يعني هذوك الأفعال اللي تنزيد ها غير ed وعليش مرة أخرى صرفنا في الزمان ديال الماضي ببساطة لأن عندنا هنا هذه الإكسبريسيون اللي يدل على الزمان ديال الماضي اللي هو yesterday ونافس الطريقة يعني مثلا هنا قاعد هذو كلمة مفتاح رح تدل الزمان ديال الماضي واحد الحاجة اللي ما زال ما جاوبناش عليها هنا هو شنه هما مثلا هنا شفنا هنا يرى هذا positive form خليني نوضح لكم أكتر شنه شفنا لحد الآن في هذا الشي اللي تيبان قدامكم إذن الحاجة اللولة اللي شفنا هي هذا positive form يعني الجمل العادية يعني في الزمان ديال الماضي في الجمل العادية كما تشوف هنا هذو affirmative sentences يعني جمل عادية عشنو استفدنا هنا استفدنا أنه الفعل راح ياخد ed في آخر الكلمة يعني تكون عندنا واحد الفعل وكن نزيد ed باش أننا نصرف ه في الزمان ديال الماضي يعني هذا شيء ببساطة جدا بالنسبة لهذا the change يعني كيتبت له كاملين يعني عشنا هي الفكرة اللي استفدنا هنا الفكرة اللي استفدنا هو أنه كينا واحد لليست ديال irregular verbs أو سميوهم crazy verbs يعني أفعال اللي هي حمقة crazy يعني حمق crazy verbs change ولا don't change يعني هذو كل أفعال اللي هي غبية ولا حمقة را كتبت لكلها ولا ما كتبت لش شفنا أيضا مثلا هنا أنه إلا كنا بغينا نعبر على negative form راح كنتستعمل غير didn't ثم أشنو كيجي بعد منها تيجي بعد منها غير verb verb in infinitive ولا base form ديال الفعل يعني الفعل ما تيتبت لش ما كنتزيدوش إيدي إذن هذو شي اللي استنتجنا من هاد الأمثلة هذي باش أنك تاخد واحد يعني باش أنك تاخد واحد الفكرة أكتر على هاد شي يعني خاصك تعرف هذك the form يعني the form ديال simple past sorry يعني هذو كل forms ثلاثة ديال simple past and I'll also give you some examples so هاد شي اللي شفنا هنا يعني هاد الامثلة التي درنا من قبل إذن بالنسبة the form ولا يعني la form ديال simple past ولا يعني قاعدة ديال simple past باش أن الإنسان يعقل لها بالنسبة للقاعدة ديال simple past ولا أي زمن كن قرأ وهرا كنركز أساسا على هاد يعني كنركز على هاد كنركز على هاد لفورم بتلاتة يعني لهاد الصياغ ديال simple past بتلاتة بالنسبة positive form أو يعني الجملة الخبرية راح كتكون غير verb plus ed بالنسبة الجملة اللي هي negative كيكون عندنا didn't under verb ومن طبيعة الحضرة أي جملة في اللغة الإنجليزية راح كتبدأ بواحد للسيجي هذا للسيجي كيتسمى subject مثلا هنا فينا هو subject هو she هنا فينا هو subject هو he هنا فينا هو subject i subject هو شخص اللي كيدير هذك الفعل غادي تقرأ subject مزيان يعني أكتر من لدرس ديال passive voice اللي هو المبني المجهول أنا ذاك غادي تقرأ أكتر على هات subject و types ديال هات subject إذن دائما تكون لدينا واحد subject أولا ثم تكون لدينا verb plus ed الحاجة اللي ما هدرنش عليها هي هاد question form يعني بالنسبة للأسئلة كيف نطرح السؤال باللغة الإنجليزية أنتم ما تعرفوا مثلا بغيتي تسول شي واحد يعني واحد السؤال اللي هو سهل بزاف كنقول مثلا do you speak English do you speak English هذا سؤال واش كتغضر اللغة الإنجليزية بالنسبة لهذا السؤال هذا كان simple present لأن كان do you speak English بالنسبة اللي ماضي ببساطة do عوض ما نقول do تنقول did صاف did you speak English did you speak English يعني باش أننا نطرح واحد السؤال بالإنجليزية كيفاش كان نبدو كان نبدو بdid يعني كان نبدو بهذاك الhelping verb ولا auxiliary so did ثم ضروري يكون عندنا واحد subject يعني واحد الفاعل مثلا هنا هو الفاعل راهو you إذن هنا بالنسبة ال question forms ولا بالنسبة الأسئلة هذك للسجير رات يجي بين did و subject أعطيكم واحد لمثال هنا باش تاخدو مثلا لكل جملة ناخدو مثلا الجملة الأولى اللي هي I cleaned the house yesterday إلا أخذينا هذه الجملة I cleaned the house yesterday إذن هذه الجملة في الزمان ديال الماضي كما كتلاحظوا الفاعل راهو هو هذا أخذ إيدي في آخر الكلمة I cleaned the house yesterday بالنسبة إلاك أنت غادي نقول la negation يعني negative form ديال هذه الجملة هذه مثلا واش ممكن نقول I didn't cleaned إلا إلا قلتي آه راه لغي بونس ديالك مش صحيحة إذا خاصة نقول I didn't clean the house yesterday إلاك this is the simple simple past tense دائما في interrogative فورم ركا تكون لدينا علامة استفعام لأن كان طرح سؤال إذن هاكوات يكون ديال simple past يعني هاكوات يكون الفورم ديال simple past باللغة الإنجليزية بالحاجة الأخرى اللي بقت لنا هي عشنا هو التطبيق ديال هاتشي في التمارين العادية ثم بعد ذلك غابينشوفوا عشنا هو التطبيق ديال هاتشي مثلا في التمارين ديال الامتحانات الوطنية قبل ما ندزل لهذه الفكرة خاصكم تعرفوا أنه simple past يعني في الزمان ديال الماضي ركا تكون عندنا واحد الكي ويرد لكلمة مفتاح هي اللي كنعرف بها أننا سنستعملوا هذا الزمان ديال الماضي أنا سأقول لكم simple past simple past key words أو simple past indicators يعني هذو الكلمات اللي كتبي لنا أننا كنعرف على الزمان ديال الماضي عشنا هي هات الكلمات عندكم ديجا مجموعة ديال الكلمات هنا راح ديجا أصلا مكتبناهم وكينا كلمات أخرى مثلا راح ممكن نقول yesterday اللي كتعني البارحة ممكن نقول مثلا last night last night الليلة الماضية ممكن نقول مثلا last week أسبوع الماضي أو مثلا last weekend يعني عطلة نهاية الأسبوع الماضي ممكن نقول مثلا last month last month كتعني الشهر الماضي أو مثلا last year last year راح لما نديلها هو السنة الماضية أو مثلا before يعني من قبل أو لا مثلا two years ago بالنسبة لها ago كتعني من قبل two years ago راح تعني سنة تاني من قبل فحالي لقلنا two years before مثلا إذن هاده هما الكلمات المفتاح ديال هاد الزمان أو لا إلا كين مثلا شيء تاريخ مثلا 2001 أو 2010 2010 2010 وحد الوقت اللي تيدل على أنه راه تس ده simple path so now I'm gonna give you some practice exercises simple past tense إذن هنا غدا نعطيكم واحد l'exercice اللي غدا يدرو فيه واحد l'pratique وبنسبة l'repons غدا تقدر تكتبوهم في commenter وغدا نشوف l'repons دلكم واش صحيحة أو لا ماشي صحيحة إذن هنا غدا نشول هاد l'exercices يعني هاد تمارين l'exercice اللي أول هو هاد غدا 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 تكتبو تمارين بحال تمارين اللي قانعطيكم في l'exercice من بعد غدا نشط تمارين من امتحانات وطنية دي استقبل اللي غدا يستبلو فيها simple past وكتبو l'repons دلكم هنا هنا مثلا بالنسبة لها هاد هنا خاص تكون عرف تي واحد l'irregular verbs يعني أنه كينين regular and irregular verbs بنسبة لها دي لليست دي regular and irregular verbs راح تقدر تاخدوها من موقع englishwith simo.com هنا عندكم واحد لائحة نسبيا قصيرة دي هادوك الأفعال بالنسبة لليغة بونس دي للكم غادي نشوف شنو كتبتو هنا نشوف 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 هاد شلي كتبتو والصحيح إذن بنسبة yeah so number one yesterday my father إذن هنا يلا غي بونس دي لها التلميذ راه it's correct so my father went لأن هاداك الفعل راه هو irregular verb وعندنا هنا هاد الكلمة دي yesterday هي اللي تعطيني فكرة على أن نستعمل simple past بنسبة هاد لغي بونس ايضا it's correct وبنسبة لها لغي بونس number 2 نشوف so this morning I had يحتى هادا الجملة صحيحة لأن فعل have past دي راه تولي هو had this morning I had a shower في نهاية الكلمة دي ال simple past هنا هي this morning هذا الصباح لأن هذا الصباح رهدز لأن هذا بليل so it's considered to be the past نشوف لغي بونس الاخرى بالنسبة لواحد الخطأ مثلا هاد الخطأ هاد الجملة هاد الكلمة ماشي صحيحة لأن I want كتعني أنا أريد أما ذهبت هي I went يعني عقله بزياد باش ما تديروش هاد أخطأ دي spelling mistakes أوكي نشوف هاد هاد الجغل هادو إذن بنسبة هاد لغي بونس اللي فيها clean أوكي هاد الجملة هاد لغي بونس هاد رخ خطأ علش لأنه كينا هنا نوت إذن هناخ تلميدي يستعمل لغي بونس عطيناه نوت حتى هاد الجملة هاد لغي بونس رخ خطأ لأن هاد الفيعل fly هو irregular يعني من الأفعال غير منتظم يعني هاد كل أفعال اللي كتبت لكلها أو ما كتبت لش يعني هادو كل أفعال اللي سمناها crazy verbs أوكي نشوفو هاد 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 الجملة أخرى إذن نشوفو هاد لغي بونس اللي أعطيته هنا إذن هاد نفس هاد الجملة رقم سبعة إذن هاد تلميدي كتب هاد تلميدي كتب told وهاد تلميدي هذا كتب tell إذن إذن اشنا أول فرق بين هاد جوج ديال تلميدي ربما هاد تلميدي هو ديال راجع irregular verbs يعني تاي عرف أن tell راح في الباسي دياله في الحقيقة هو told إذن هاد هاد يلغي بونس اللي هي صحيحة بالنسبة لها التلميدي هاد فهم القاعدة ولكن مازال معرفش أن هاد الفعل tell راح من الأفعال اللي هي irregular verbs وهدو كل الأفعال راح ممكنش يعني تعرف هاد قوحدة يعني خاص كنت تقرأوها شوية بشوية أوكي نشوفو بنسبة ل negative form يعني إذن بنسبة ل negative form هنا not clean إذن هنا يراها أنتم ما طبقتوا القاعدة يعني هاد الشيء راح صحيح علاش لأن هنا كينا على negation إذن didn't clean it's correct did not clean it's correct didn't clean it's correct بنسبة ل هاد الجملة كنا نحضروا إلى الجملة رقم ثلاثة إذن my sister didn't clean عقلو مزيان على هاد الخطأ باش ما ترتكبوش لأنك اللقوا في الامتحانات مثلا الوطنية اللقوا تلمد تيكو اللي رابونس اللي هي سهلة ولكن تيكتبو not clean ولا بحل هادوك الأخطاء اللي قلت لكم مثلا هنا on saturday لأن نسبت ره فات أوكي نشوفو بنسبة الجملة الأخرى don't clean didn't clean yeah drank أوكي نشوفو number 10 so بنسبة number 10 yeah بنسبة number 10 كان drank لأن هذا في irregular word إذا قلوه I drank I drank a liter of coffee for lunch yesterday الكلمة المفتاح نايا هي yesterday يعني البارحة هذا سؤال بنسبة لها الجملة هذي راه فيها سؤال إذا خذكم تبقوا القاعدة ديال السؤال أولا في القالة لليست ديال الأفعال أوكي بنسبة لها السؤال أنا غنجاوبك مباشرة هنا إذا في القالة لليست ديال هذي الأفعال ندخل هنا www.englishwithsemo.com وفي هذه كلها رضي الرشاج خانة البحث تكتب irregular verbs ولا الأفعال غير منتظمة وخذ الوثيقة منتما لننظر نحن بالنسبة هنا أولا 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 إذا كنتم في الابليكاسون بغيت تجاوبوا راتقدر تجاوب يس فاطيما سأل أولا 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 لان一oglo أولا أولا لان أولا ثو Samantha ج Spread سي start راتق لديه أولا أولا هنا هنا يهد الفعل here. هو من irregular verbs. So we have, did you, we heard a terrible sound last night. We heard a terrible sound last night. Last night هي الكلمة المفتاح. The other day, I, بنسبة الفعل lose, I lost. So I lost, يعني فقدت my math book. And then my last week, my family didn't buy. لأن هناك يعود تاني negative form. Birds flew. بنسبة الفعل fly. It's an irregular verb. Flew over my head. إذن هذا هو حقات تتكون تمارين. مثلا تمارين تطبيقية. اللي تنطيكم في classroom examinations. What's the past form of these verbs? Do you know any of them? إلا عرفت شيء وحدين في الابليكاسيون تقدرت تجاوبوا. شنا هو past form ديل هاد الأفعال. بالنسبة للأفعال الأخرى راه تسجد verb plus ed. يعني مثلا هنا راه تسجد. يعني هادو كاملين راه نفس القاعدة كالطبقة اللي هوم. يعني cleaned. And then we have cooked. يعني هادو كاملين أفعال لكتأخذ غير ed في آخر الكلمة. وهنايا مثلا visited, started, etc. started and we have opened. فكروف الآخرين إلا عرفتوا ال past form ديالهم قولوها لي. Arrived. and then played. أنا أخلو مزيان إلا هاد played. لأن كينا وي after a vowel. هنا بنسبة لكري كينا consonant after a vowel. إذن كي يخط الفيال I. يسو ديالهم هادو الفكرة اللي كينا في الابليكاسيون. What is the simple past of this verb be? Do you have an idea or no? هادكم فكرة or no? Yes, Naima. Go ahead. Yes, you have the microphone. Go ahead. Hello. Yes, Fatima. Go ahead. I'm muted. Go ahead. The past form is where or were. Yes, so it's was. It's either was. Was if it's singular. And were if it's plural. Right? What about have? What's the past of have? Hard. Yeah, it's have. Past form had. Yeah. What about go? Write a root. No. Go. Wind. Yeah, it's not wind. It's not wind. It's went. Went. It's a. Went. A. There's a. Went. And write. Written. No. Written is the past participle. So it's not written. Wrote. Yeah. I don't know. Okay. I don't know exactly. Yeah. So for write. Okay, let me just activate the microphone. So for write, it's actually wrote. And for read, read, it's one of the verbs that don't change. So it's read. For take, we say took. And then for make, it's made. Leave left. Leave left. So this is a simple past in a nutshell. يعني هذا هو سيمبل باست باختصار. دبات يبقى لكم فقط يعني جزء أخير من الدرس. يعني wrap up. Sorry. Wrap up. سيمبل باست الناشنول إكزام. يعني أعطيكم واحدة تمارين ديال سيمبل باست. فانتحانات اللي دازوا قبل. وأنتم ما غادي تجاوبوا لهم. And that's it. That's about it. So simple past in national exams. This is exercise number one. I'll give you two exercises. أولاً أولاً خستكم تلقاوا في أشمن جملة. أشمن فعل غادي نستملوا معه. Simple past في الأفعال. Okay, شوفوا مزيان. مثلاً هذا تمارين من امتحان وطني داز قبل. إذن دائماً كما قلت لكم مرة في الامتحانات كنقول لكم put the verbs in brackets in the correct tense. Okay, شوفوا هذا الجمل وقولوا لي يعني واحد الفعل في هذوك الأفعال رخص يكون في simple past. أشمن فعل وكيفاش غادي نصرفوا هذا والسؤال. أشمن فعل من هذوك الأفعال اللي بجوش غادي ندروا في simple past ثم كيفاش غادي نصرفوا هذا الفعل. وبنسبة للتمرين الثاني حتى وراء نفس يعني من امتحان وطني سابق. والسؤال دائماً هو أشمن فعل غادي يكون في simple past tense وكيفاش غادي تصرف هذا الفعل. سأبقاتي. كان هناك think yeah. سأبقاتي. سأبقاتي. موجود المترجم. أدو أنك لا أدو. سأبقاتي. أدو أنك لا أكلم 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 أكلم. إن سأبقاتي. أدو أنك لا أكلم أكلم. هكلم. إذهب. لا.. 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 مايكروفون بعيد بزاف ممكن تسمعش try again.. هاودي مرة أخرى hello okay.. so.. what verb.. is it verb number one or verb number two hello hello hi.. okay.. go ahead.. دبا مزيان.. yes hi sir hello you visited.. you checked your love so you visited.. no.. this is a question.. this is a question last.. 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 no but it's a question هاد هو مالحواج اللي خستكم تنتبهوا ليهم هو فعلا.. يعني خستنا نستعملوا past هنا لأننا عندنا last summer هذه أول حاجة ولكن حاجة أخرى خستنا نتبه لها أنه رأي عندي سؤال this is so this is a question this is a question يعني كيفاش غادين نقدر نجاوب على هذه الجملة there's an idea there's an idea you have an idea you have an idea or no no okay it's following ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر كتبتو هذه الكومنتير قانتو تقرير هل تتعلم تحديد؟ لأنه من الحويج اللي خاصكم ترددوا لهم البال لأن الحويج تبقى سهلة بزاف ولكن تضيع فيها النقاط في بعض الأحيان هل تتعلم تحديد؟ لماذا تتعلم تحديد؟ لأن هذا سؤال عشنا قلنا بنسبة الـ سؤال الـ سؤال الـ وفعل يبقى كما هو إذن هنا بما أنه عندي سؤال سوف نقول هل تتعلم تحديد الـ ميزيوم في المنزل في المنزل وهذه هي لغة الـ ليصححة بالنسبة لهذه الجملة هذي أولاً لأنه لأنه سوف نستعملوا هنا simple past لأن هناك هنا last summer هذه هي من الكلمات اللي تدل على simple past tense هذه الجملة ما سنشوفها لأنه ما زال ما قرأتوش هذا الدرس إذا بشوفوا exercise 2 اللي فيه put the verbs in brackets in the correct form بنفس الطريقة يعني فينا هي أو اللي فينا هو الفعل اللي خاصنا نديره هنا في simple past إذا عندكم الفكرة قدروا تدروا بالنسبة للـ مفتوح عندكم مايكروفون كاملين يعني اللي بغى يهضر يقدر يأخذ المايكروفون ويهضر بشكلة عادية كلكم مفتوح عندكم مايكروفون لذلك هل تدروا لما تدروا المايكروفون عندكم كاملين مفتوح كلكم نغير كليكيوا على المايك و و هناك يعني عندكم فكرة يعني في أشمن جملة خاصة تكون في simple past أو isn't مرحبا 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 رات قدر تسوله So this is your lesson guys If you have any questions you can ask So do you have questions or no? Okay, I will see you in your private session because this is a free session Take care Take care Bye-bye 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 Good bye نسلمت بين فيسبوك إلا عندكم شي سؤال اللي بغير تسولوا عليه راح تقدروا بالنسبة لطريقة باش تحفظ irregular verbs طيال شارجة هذيك الورقة اللي قلت لكم راح كينا في الموقع نرتبتهم لكم بواحد طريقة اللي هي مزيانة بزاف باش تسهل لكم الحفظ ديال هذوك irregular verbs الطريقة باش تحفظهم هو غير تجروبيهم بطريقة باش كيتنطقوا وكينا واحد اللي الاوديو راح كينا حتى وفي السيت باش تبقى تتسمع لهم تطلقهم غير في التليفون ودير لزيكوا الطور وبقى تتسمع لهم غادي تحفظهم بطريقة الفيرات 一ا صفحزهم بالنسبة إلى المهمة So if you have any more questions, you can just write your questions in a comment and I will answer your questions. I don't know. Why are we still nervous? I know. Why are we still nervous? Oh, I don't understand your question. You didn't understand the question. Yeah. I can't answer that. I can't answer that. I can't answer that. Can you work with us quiz number one and two humor please? Well, four quizzes. I don't know. Okay, I don't know. 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 Group can run WhatsApp? No. No. WhatsApp is private groups. أنا لا أعرف نعم أنا لا أعرف أنا لا أعرف نفرق نتخلي بذيغ مع الوقت نعم نعم يجب حالة نعم شكرا جميعا شكرا جميعا نعم بلدام شكرا جميعا شكرا جميعا أطلا سعدة لجميعا شكرا جميعا شكرا جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة